اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأثيراتها مستمرة تقريبا طيلة السنة بدون انقطاع فعشان هيك هاي حكيت انا من الزوايا طويلة جدا فالحذر من هذا الموضوع واجب حاولوا قدر الامكان انكوا تراجعوا اموركوا قبل ما تتخذوا قرارات خلال هاي السنة وتدرسوها تشاوروا اهل الاختصاص تدقيقوا بالتفاصيل ما تتخذوش قرارات ارتجالية عشان ما تكون مش لمصلحتكم السؤال الثاني دكتور او اخي الحبيب بدي اسألك عن في ناس ما بتتابع الابراج هاي اللي بتسأل اللي هي مغلب الام الغلا بدور في ناس ما بتتابع الابراج شو بتفرق اذا تابعنا او ما تابعنا خصوصا امهاتنا عم يتمسخروا علينا وبقولوا كله مكتوب بايد الله وكله بامره ياريت تحكي لك تحكي لها بل كي خفت علينا اول اشي يا امي العزيزة والله انا معاك في ناس بتآمن في هذا العلم في ناس ما بتآمن في هذا العلم في ناس بتاخذ فيه في ناس بتكفر في ناس بترفضه في ناس بتاخذه مسخرة في ناس بتاخذه جهل انا معاك ما بلومك لانه اول اشي الحق على الناس اللي طلعت على الشاشات وعلى التلفزيونات وعلى الاذاعات وشوهت هذا العلم خلتوا مسخرة لأنه هم مسخرة فهم مسخروا هذا العلم وبهدلوه وبهدلونا معاه فإحنا قاعدين يعني من نظف وراهم بمعنى آخر هذا العلم يا أمي هو مش مضي على الوقت هذا أول إشي تحذيرات الناس بتحذر أنا بحذر الناس من أشياء معينة اللي ينتبهوا ما يعصبوا ما يتهوروا ينتبهوا من الحوادث ينتبهوا من أشياء ممكن نضرهم إحنا ما منعارض أمر الله ولا منعارض قضاء الله إحنا منحل الأمور ربنا خلقها وسخرها وعلمنا إياها فنيجي منحذرهم من هاي الأشياء في ناس بتكون أمور مسكرة في وجههم ما في عندهم بوادر لأمل إحنا منيجي منعطيهم الأمل هذا منقول لهم أصبروا الشهر الجاي الفترة الفلانية رح يصير كذا وكذا أبواب تفتح مثلا بتساعدكم في كذا فاستغلوها بالطريقة كذا وكذا فإحنا منساعدهم بالأمل منساعدهم أول شي إنه منعطيهم جرعة أمل إنه الدنيا لسه شغالة مايرحوش ينتحروا الجماعة مايرحوش يعيشوا بكآبة أو اكتئابات وصار عندهم أمراض نفسية فهي كل اللي إحنا منحكيه يا أمي هو عبارة عن شيء بساعد الناس الآن اللي ما بيآمن في هذا العلوم مش مجبر إنه يوخذ فيها زمان كانوا لما يسمعوا وخصوصا أمهاتنا هذول لما كانت تسمع الوحد الأرصاد الجوية دولهم هذول كفار يعني قاعدين هم بدهم يعرفوا ربنا بده يشتي عن ناس ولا بدهوش يشتي عن ناس وإذا وحد ست قالت أنا بدي أروح أفحص عند الدكتور عشان أشوف اللي في بطني ولد ولا بنتي يقول لها انجنيتي ما يعلم بالأرحم إلا الله من وين الهبل هاد كيف بدك تعرف انت شو اللي في بطنك هذا جنان خليه على البركة فهس العلم صار يعرف إنه هذا معاق هذا لازم ينزل هذا بده علاج هذا ممتاز هذا ولد هذا بنت شو العلاجات والأدوية اللي لازم تأخذها يعني ساعدها فهذا العلم من هاي العلوم برضو اللي بتساعد الناس وتعطيهم الأمل يا ريت يا أمي يعني خفي عليها شوي خليها تسمع اسمعي برضو معها ممكن مرة على مرة التالي إنه إحنا اللي محكيه إلو علاقة في الدين أكثر ما إنه إلو علاقة في الفلك وإلك كل الاحترام والتقدير طيب السؤال الثاني سؤال دكتور لو سمحت أن أنا كنت سألتك قبل أيام كيف الكتابة في الصحنة الأبيض فيما يخص الإنجاب متذكر السؤال راح أقول لك أنا إن شاء الله أنا مولودة في سنة 1972 زوجي مولود 64 برج الجدي برج الميزان سألت أحد الفلكيات إنه حسبت لي قالت إنه ما في إنجاب بينكم طبعا هي بدون ما تحسب أول ما شافت إنه 1972 قالت لك فيش إنجاب وإنها حسبت لي كي ما حسبت ولا قربت على الموضوع هل صحيح دكتور حسب الحسابات وأنا أنتظر فرج ربنا شو فيه ولا تقنطوا من رحمة الله هذه واحد واثنين هذا أمر بإيد الله هذا رزق من أرزاق الله عز وجل بعطيها لأشخاص وبحرم أشخاص منها وبعد مرات ببتلي أشخاص فيها فعشان هيك لا تقنطي من رحمة الله إن شاء الله عمرك ثمانين سنة أو مئة سنة ما تقنطيش بالنسبة للكتابة للآيات اللي أنا حكيت لك عنها تكتبيها الصحن الأبيض هذا أما إنه بتجيبي شوية زعفران زعفران عادي هذا اللي بنباع عند للطهي يعني وبتحليه بشوية مي بنفس المي هاي بتكتبي فيها مش اللي هي المي داد اللي بتنباع عند العطارين لكتابة السحر إحنا بنحكي كصباغ لون أحمر عشان يكون حبر قابل للشرب عشان تفهمي مش كصباغ روحاني عشان أنت بدك تشربيه فلازم يكون مادة جسمك ما ينظر منها فالزعفران الأحمر هاد أو صبغة الطعام الحمرة أو أي لون أنت بدك يا مشارط لون أحمر بتصبغيها يعني بتحليها بعدين بقلم ريشة أو بريشة أو بطرف إبرة أو بشيء بتكتبي هذه الآيات بصحن أبيض إيش مكان نوع صحن مش مشكلة وبتشربيها يعني بتحليها بشوية مي لو قرأتي آية الكرسي أو آية الكرسي لتحصني نفسك عساس النطية ما إن بالك من هاي الآيات أو أخذتي بصورة ياسين قبل قراءتها برضو ممتاز صورة مريم قبل قراءة الآيات اللي أنا كتبتها برضو ممتاز وإن شاء الله إنه ربنا بعوض عليك وبيكتب لك الرزق الوفير طيب كمان سؤال لازم إنه إحنا نجاوب عليه سؤال إيجاني طبعا على على الخاص إنه في أحد الفلكيين بعمل حلقات عن قوة الأحرف يعني بمعنى إنه هذا الشخص إذا بدأ اسمه بحرف ألف أو با أو جيم أو دال فبشرح هو شو مزايا هاي الأسماء اللي بتبدأ في هذا الحرف فهل هذا العلم صحيح ولا لا والله لما تحس بأنتي 28 حرف يعني 28 حلقة يعني شوفي قديش بدأ يجيب مشاهدات والناس بدأت تابع فالناس ما بتعرف إنه هذا صحيح ولا مش صحيح أنا ما بألومهم ولكن هذا الحساب هذا تحديدا هو خطأ لأنه مستحيل يتشابه مثلا نأخذ على حرف واحد نيجي نأخذ أنس أو إيمان اللي بحرف الألف وحرف الألف إنه فيهم صفات متشابهة إيمان حسن صبي يعني هي قوية الشخصية وتعتبر ذكورية يعني إلها أو مسترجلة أو رجل بمئة رجل بشخصيتها وقوة شخصيتها هذه بلغتنا إحنا ما تفهموها إنه رجل يعني هي ذكر أو مسترجلة لا هي بتكون شخصيتها قوية جدا وأناس إنسان مسالم وين الأجل ترابط الألف والألف مع بعض أو أيمن مثلا أو أمين شو جاب أيمن لأمين دائما الإسم بتكون من مجموعة أحرف هاي المجموعة بتنحسب لها موازين اسمها ميزان علم الحرف في علم الأوفاق بنحسب الإسم كامل وبتوزع على أساسين عرف إنه الغالب عليه أو الغالب على الأحرف هاي هو طابع الناري أو الطابع الترابي أو الطابع الهوائي يعني بتنحسب شو موازين هذا الحرف وبعدين بتتأخذ اللي هي الحسبة الثانية بعد ما أخذ الموازين عشان أقول أنا طبعه ناري هذا الإسم بأخذ الصفة الثانية إنه ماشي هاي ناري حطناها بأخذ الصفة الثانية اللي موجودة من الأحرف هاي هل الأحرف هاي سعيدة هل أحرف هاي نحيسة قديش نسبة السعادة والممتزج والنحيس منها شو الغالب على الإسم وباجي بعديها بأخذ أنا موازين أخرى اللي هي إلها علاقة بعلم الفلك تتناسب فممكن اسم إيمان ما يناسب لأبراج أخرى يعني زي الأبراج الترابية ما بيناسبها أو الهوائية ولكن بيتناسب مع النارية بشيء لأنه بعطيها جراءة أكثر بصير نارية أكثر فبطر أني أنا بدي أجذبها عشان أحولها لأنثوية فبحول الإسم لو كانت هاي إيمان من برج مائي مثلا باجي بقولهم سموها بلاش تكون مائية أنثوية كاملة أعطوها جرعة شخصية فسموها إيمان فهنا بيجي الإسم بشحن برجها بطاقة أكبر على أساس أنه يعطيها له قدرة على أنها تواجه الحياة هاي وقدرة شخصية وإلى ما لنهاية فاختيار الأسماء مش الشيء السهل أنه أجيء الأحرف الفلانية الأسماء الذي تبدأ بالحرف كذا فهذا كل ياتو عبارة عن ناس بس بدها تجمع معلومات أو قارئتها في الكتب لا هي فهمتها ولا بتعرف موازينها ولا حسابها ولا وفقها ولا أوفاقها ولا مربعها ولا طلسمها ولا توزيعها الفلكي ولا ربطها الفلكي ولا قواها ولا مزاجيات الأحرف هاي إلها قصص يعني اختيار الأسماء للموليد مش بالشغل الهينة أنه يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام قال وانتقوا لأبنائكم أسماءهم فإن لهم نصيب منها يعني ما حكاها عبث فلازم تنتقي يعني بدك تنتقي بالكامل وتعرف أنت ليش سميت بهذا الاسم من الأسماء هاي أمرضت أصحابها أو قتلت أصحابها أو أضعفت شخصية أصحابها أو ضيعت أصحابها لأنه الاسم لا يتناسب مع الشخص في ناس دمرت حتى الأسماء هاي لما صارت لا لا أنا بدي أسماء خفيفة ونعمة على الاسم المولود دمرته بالزيادة إلها وقتا إن شاء الله بنشرحها طيب دكتور ابني موليد ستة شهر ستة فبراير الفين وثلاث ولدت بسرطان بشبكية بالعين السلام عليها ترى بواحدة فقط ساعة الولادة أوكي صباحا شخصيتها صعبة فبراير ستة فبراير دلو طبعا مش صعبة شخصيتها هاي لها شخصية مستقلة يعني هذه شخصيتها قوية مش شخصية ضعيفة فمش أي إشي بتنحكم فيه أو ما بترضخ إنها تمشي مثل ما الأشخاص بدهم منطوية بسبب الإعاقة لا تعتبر إعاقة ما هي كرامة من رب العالمين لا إلها هذه شهادة نيشان إلها من رب العالمين إنه هو أعطاها شيء ميزها فيه عن الخلق حتى لو كان هذا الشيء هي بتشوفه إنه معيب لإلها فيه ناس حققت معجزات في الحياة وكانوا أقل منها والدلال على هيك سيدنا موسى عليه السلام كان يلدغ بالأحرف في الأحرف ما بتطلع معها كاملة ما يعرفش في لغاتكم إيش بتسموها يعني أي حرف الرايا يطلع معاه فعشان هيك طلب من رب العالمين إنه يخلي أخوه يكون معاه في النبوة عشان هو أفصح منه لسان وأبلغ منه لسان ولكن فعليا النبوة أو الرسالة نزلت على مين نزلت على موسى فما أعابه نطقه وإنتي نفس الشيء ما بعيبك إنه أنت بعين أو بدون عين أو بنظر أو بدون نظر فما تخضي في هذا الموضوع نصيحة من أخلى إليك طيب الأيام عليها تقديم للجامعة المشكلة إنها ما بتعرف شو تختار وبالطالبني إنه أختار لها الإختصاص اللي بتناسبها لا أنت ما تختار لها أنا اللي رح أختار لها الإختصاص وإن شاء الله إختصاصها هذا رح تكون مميزة فيه ورح يكون لها اسم لامع فيه إن ربنا قدر لها وتخصصت فيه أنا بنصحها تدرس مجال تخصص الأشعة الطبية فهذا المجال رح تبدع فيه ورح يكون لها مكاني وفي نفس اللحظة رح يتحقق فيه ذاتها بشكل كبير ورح يكون لها مستقبل بإذن الله تعالى ويا بنتي أوعي أوعي تفكري إنه الإنسان بيعيبه عينه ولا بيعيبه رجله ولا بيعيبه لسانه الإنسان بيعيبه عقله وإنتي ربنا من عليك بعقل وهذا الشيء اللي أعطاك إياه أكيد عوضك بأشياء كثيرة حاول أنك أنت تستفيد منها سؤال الله يعطيك العافية وفقرة سؤال وجواب طيب برج العذراء طالع الميزان شو بيناسبني الأحجار الكريمة أستاذ الفاضل طيب أول شيء العذراء بيناسبه صفير حسا بما أنه طالعك موجود أو الطالع موجود The Leader الاسم اللي بسأل فأنا بنصح للطالع اللي هو الأوبال الأوبال قوي جدا ممكن الحجرين يعني تلبس أي شخص أو تلبسي أي حجر من الحجرين اللي هو حجر الصفير أو الأوبال الثمين بيتناسبه معك الصفير لأجل المجتمع وتعاملك مع الناس معطيك شخصية قوية جدا وفي نفس اللحظة بيحبب الأشخاص إلك الأوبال يستخدم لشحن طاقتك وفي نفس اللحظة بعطيك ثقة بالنفس وبيعزز من طاقتك بشكل أكبر السلام عليكم هل فعلا ممكن عن طريق علم الفلك نعرف وقت رجوع زوجين منفصلين لبعضهم وهل فعلا ممكن نتنبأ بما سيحصل مستقبلا هذا يعني احنا ما بنتنبأ ناشي احنا منتوقع عشان أنا أكون واضح معك عون الفلك أو علماء الفلك أو اللي بيشتغلوا في مجال الفلك هم ما بتنبأوا هم بتوقعوا هي توقعات على حسب حركة فلكية معينة بتوقع أنه بيصير كذا أو كذا أو كذا ولكن يجي واحد يجزم الفلكية بحسبهم مع بعض بشوف نسبة التوافق ما بينك وبينه قديش إذا كانت نسبة التوافق تجاوزت الثمانين في المية للتسعين في المية يعني طلعت وصلت لمية في المية أو تسعين في المية أو خمسة وثمانين في المية باجي بقول هذول اثنين في كيميا تجمعهم مع بعض يعني اثنين بيحبوا بعض أو بيظل العواطف حتى لو أبعدوا عن بعض ممكن يتجدد الحب في البعد يعني بأخذوا زي أخذوا إجازة من بعض فممكن يرجعوا لبعض باجي أنا بطلع على الخارطة الفلكية بشوف إمتى رح يكون في وضع للكواكب جيد يعني ممتاز بدعم هذا التواجد فمقول إنه واو هيك هذا الشهر ممتاز إنكوا أنتوا تتواصلوا مع بعض وتتصالحوا فيه أما هو إشي يسكر على مخه ويجيبه هيك هذا اللي بدي يحكي لك هذا الحكي نصاب سؤال هو ضايل سؤالين يعني مش رح أطول إن شاء الله بس لأنه لازم أني أجاوب على سؤال هذا طبعا أستاذ أسعد الله مساءك بكل خير أنا أرملي من برج الثور تاريخ ميلادي أحس أني في دوامة من الحروب وصراعات طيب مشكلتي مع ابني اسمه أيمن موليد برج الحمل تاريخ ميلاده هو قاسي وأناني طيب هل هذا له علاقة طبعا أنا بختصر بالسؤال على أساس أنه هل هذه العلاقة إنه ابني هذا حمل علي أو أنه بالصورة هاي إنه أول إشيه علاقة بالفلك أو بالسحر نورني دكتور الله يخليك طيب أنا الله يساعدك يا رب إن شاء الله رح أجاوبك أول إشيه ابنك أيمن حمل وإنتي ثور برج الثور ماشي الاثنين مع بعض هذا بيت متاعبك يعني هو بيت متاعبك زي ما نشرح دائما إحنا في الأبراج بنقول البرج اللي قبلك هو بيت متاعبك فهذا من طبيعة تكوينه هو بيت متاعبك وإنتي بالنسبة إله بيت المال يعني هو بيجيكي لما هو بيكون بحاجة لفلوس أو بده دعم منك أو بده يعالج مشاكل هذي واحد اثنين هذا تاريخ ميلاده مجموع تاريخ ميلاده رقمه ثمانية وبدل على زحل وزحل بدل على مشاكل ومصائب فلو يجي تحللك تاريخ ميلاده بتلاقي تسعة واحد بواحد الشمس عنيد وعصبي وقللي فراسه بدي يعمله تاريخ ميلاده أربعة واحد وأربعة خمسة الزهرة كذب لا محالة من هذا الموضوع تاريخ السنة واحد وثلاثة واحد واثنين ثلاثة الآن أنا بدي أحكي لك كلمة أو ألمح لك عن كلمة أنت رح تفهميها علي ما في داعي أني أنا أوضحها أو أحكيها بصريح العبارة ابنك مش بوعيه مش بسحر ومش بفلك بمساره بأخلاقياته ففي شيء معين وهو مسيطر عليه ومخليه أنه يركض وراه بديه يأخذه وهو مواد بأخذها فعشان هي انتبهي على النقطة هاي انتبهي على أصدقاء ومعارفوا رفقاء السوء هذه أهم النقاط اللي أنت بدك تركزي عليها أنت رقمك اثنين واثنين بدل على العاطفة أنت عاطفتك اللي بتحكمك هذا واحد أو هذا مولود أو شخص ما بده لين يعني بمعنى مش أنه تكون قاسي عليه ولكن ما تعطيه وما تتجاوبي معاه مثل ما هو بده لازم أنت يكون لك شخصية وفي نفس اللحظة عشان تحميه السؤال الأخير اللي بفرط من الضحك بس هذا رح أجاوب عليه بكلمتين سريعات يعني فعشان هيك سؤال لو سمحت في أحد الفلكيين ذكرة الاسم طبعا ما رح أحكي عن الاسم أتوقع بيقول أنه يوم الأحد الموافق 16 من هذا الشهر من الساعة 10 مساء بحذر من لبس إش جديد أو شراء إش جديد حتى يوم الأربعة ساعة 8 صباحا وجود طاقة سلبية قوية ما صحة هذه البدعة هذه مش بدعة هذا بيقولك أنه ممكن تتحولي تصيري أو تصيري بوكمون أنت من وراء الأواعي الجدادة دول وممكن أنه يعني ما بعرفين كان الطير بدو يلبس أوعي جديدة يحلق في الفضاء هذا مش علم فلك هذا مسخرة يعني أحكي لك إياها أنا بكل وضوح في بعض الكتب قديما كانوا يحكوا عن هاي الشغلة أنه هذا الوقت مناسب للبس الجديد وهذا وقت مش مناسب للبس الجديد لكن إحنا بعقولنا يعني البست جديد شو بدي يصير بدي أطير ولا بدي إيش بدي يطلع لي جنحان مثلا ولا مش كل شيء يقال بتأخذ فيه هذا يعني هذا مسخرة بمعنى آخر يعني هذا مسخرنا عليه وإحنا بنقرأه وإحنا بنشرحه وتمسخرنا عليه هسه لما أنه في ناس لسه في العقلية هاي بتفكر بالطريقة هاي وبتحكي بالمنطقة هاد آآ هذا جهل آآ ما حدا يأخذ بهذا الكلام لبس الجديد آآ أناقة هي إحنا بنقول أنه في فترة خلو المسار مثلا ما تشتروا إشي جديد في فترة وجود آآ القمر في البيت الأول منقول أنه مثلا ما تصرفوا فلوسكو آآ ما تبذروا مش معنى هذا أنه ما تروح تلبس إشي جديد أو اللي جديد يمكن بيعمل لك واوى بيعمل لك ددي آآ ممكن بتصير تمشي هيك بالجنب يوم ما تلبسه أو يعني ما بتعرف آآ 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 ده حول وراء قوتين ده بالله العلي العظيم خلينا نروح على توقعاتنا اليومي طبعا اليوم آآ توقعاتنا اليوم الثلاثاء خمسطعش حزيرا القمر ما زال موجود في برج الأسد وفي منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11 وست دقائق من صباح اليوم الثلاثاء خمسطعش ستة لا ينتقل بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح وبرضو تستخدم للضرر وللخراب يعني اللي بده يهد واجهة في البيت أو يدمر واجهة في البيت عنده في البيت أو حائط مثلا أو بده يخرب شيء لأجل يعيد إعماره من أول وجديد فهذا الشيء جيد هذا الوقت وهي جيدة أيضا للإصلاح بين الشركاء والثبات يعني ثبات الموظفين ثباتك بالرأي ثباتك بالتحرك وبرضو بتفيدك طبعا القمر بما أنه موجود في برج الأسد فتأثيرات القمر على كافة الأبراج في هاي الفترة بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل الأفكار مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عندنا زاويتين فلكيات وخلوم مصر الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام الساعة الرابعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة مسان نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار راح يستمر من الساعة خمسة وستة وعشرين دقيقة مساء راح يستمر ليوم الغد الأربعاء لبكرة يعني الساعة ثلاثة صباحا لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذرة هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة للقمر راح يكون بعد انتقاله في العذراء معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم الجمعة بما أنه في عنا خلو المسار الآن معناته خلو المسار القادم راح يكون يوم الجمعة اللي هو ثمنتاش ستة راح يبدأ فيه تمام ساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام ساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا يعني بمعنى آخر أنه موليد الشرق الأوسط ما راح يتأثر من خلو المسار في ساعات الصباح بما أنه راح يكون في يوم الجمعة وهو يوم عطل أو معطلين اللي في دول الأوروبية هم اللي بدهم يحتاطوا منه وبعدها القمر طبعا يوم ثمنتاش يوم الجمعة نفسه بنتقل القمر للميزان أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة ستة واربع واربعين دقيقة صباحا بيصبح ستة أيام نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة سبعين في المية القمر في الأسد حتى يوم ستة وعشرين ستة منتحس لغاية ساعات الظهر تقريبا من ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة عشرة في المية عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة منتحس بنسبة خمسة عش في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبع وعشرين ستة سعيد بنسبة ستين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسع وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت طبعا لغاية 25 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضى وقت ممتع معهم هذه فترة مثمرة وإيجابية ممكن اليوم تحس أن طاقتك عالي جدا تسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بكثير من الأمور ظروف ملائمة جدا لأمور العلاقة بالحب للمصالحة حتى لأنك أنت ترجع تعاود ترجع تكرر المحاولة على أمور ما مشت معك بالفترة الماضية اليوم ممكن أنك تعيد الكرة مرة ثانية وتكون ميسرة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم هذا النهار عندكم أشياء أو أعمال منزلية أو واجبات عائلية بتكون هي اللي بتلفت انتباهكم أو أحد أفراد العائلة هو اللي بلفت انتباهك بشيء أنت بتحب تدخل فيه اليوم بتجد تعاون من أحد أفراد العائلة في مسألة ما ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وخصوصا ثقة الأحبة اليوم ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل عندك مصاريف إضافية حاول أنك ترتب وضعك المادي برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات اليوم عندكم نشاط عالي جدا سرعة البديهة قوية جدا وقدرتكم على الإقناع برضو ممتازة جدا اليوم ممكن تخرج فيه نزهة قصيرة أو تحاول تغير جو مثلا أو تمارس هواية معينة برضو في بعضك ورح يكون له نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ممكن أنك تساعدهم بشيء معين أو هم يساعدوك بشيء معين زي ما حكينا سرعة البديهة عندك قوية جدا وباستطاعتك اليوم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار بقوة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك تنقلاتك واتصالاتك مميزة ورائعة جدا والنتائج متمرة برج السرطان ثم فرصة اليوم إليك لا مكسب مالي أو مكاسب مالية أو حلول مالية اليوم رح تنشغل في بعض المسائل المالية أو ترتيب وضع مالي معين ممكن شراء حاجيات أو ترتيب وضع بالنسبة لإلك بتطلب مصريف أو أنه أنت تنتبه لمزانيتك بتعالج استحقاق مالي قرض أو مصريف عليك أهم شيء أنك ما تتصرع بتوظيف الأموال دقيق بالتفاصيل اليوم تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ ولكن زي ما حكينا حاول أنك تنتبه لأموالك وما تبذرها بدون حساب برج الأسد طبعا اليوم الطاقة عندكم عالية وأكثر من الأيام المضت اليوم عندك نشاط ممكن تعوض الأشياء اللي انفقدت في الأيام الفاضية الماضية الماضية مش الفاضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع عندك المعنويات وممكن تستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل مهم بالنسبة لك أو ركزت على الشيء اللي بدك هي ممكن اليوم تحقق نتائج مذهلة حاول انك تبادر وحاول انك تكون جريء برج العذرة بيسيطر التعب عليكم طبعا لان القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف أموركم وأثناء التعامل مع الغير شوي اليوم ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس معين بدك تدير بالك من أي شيء جديد لأنه ممكن يتعطل في أي لحظة أو يتأجل أهم شيء انك ما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط حاول انك تنظم أمورك وحاول انك تضاعف مجهوداتك على أساس انه ما تفقد كل شيء برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوية لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول انك اليوم تنشط اجتماعيا حاول انك تلتقي أصدقائك أو تتواصل معهم وحاول انك تطلب المساعدة من أي شخص انت بحجل المساعدة منه وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي شخص اليوم في نوع من أنواع التحالف بيكون ما بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء انك ما تبقى وحيد وحاول انك تخرج للقاء الناس العلاقات الاجتماعية اليوم ناجحة بالنسبة لألك وممكن نتحقق منها مكاسب كثيرة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك هذا يوم مناسب للبحث عن عمل معين ممكن اليوم يعني تقدم أشياء تسمع من وراها إطراء أو ثناء على أنك أنت أحرزتها أو قدمتها يعني زي نوع من أنواع الشكر على مجهوداتك أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لحل لك تحقق إنجاز اليوم ممكن يكون في مفاجأة ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية لأنه شوي برضو هاي الوضعية للقمر بتمتحن جهوزيتك وممكن شوي تضغط على سمعتك فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلد ممكن تشارك في حملة أو في ورشة عمل بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بهجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء إجمالا هي لطيفة وبتحيطك بحياة جميلة جدا حاول أنك تعزز اليوم هذا علاقاتك خصوصا للاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصائد إذا عندك امتحان أو مقابلة وخصوصا لامتحانات الجامعية فالأجواء ممتازة جدا واللي حاب يتمم أوراق إلها علاقة بالإقامة أو الهجرة برضو اليوم ممتاز اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي عادة من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلافات في الفترة هاي ولا الزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر وباستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش مواضيع بتتعلق يا بأرث يا بموضوع مالي يا بقرض مالي يا بمساعدات مالية يا بتحاول أنك تحل مسائل إلها علاقة بأموال الشريك أو أموال الشريك يعني الفترة هاي فيها إلها علاقة بمكاسب مالية بتيجي إلها علاقة بالشراكة أو الأموال المشتركة برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم سواء شراكات العاطفة أو شراكاتكم على مستوى التجاري أو المالي القمر موجود مقابلكم تماما فمحملك اليوم جو ممتاز للمصالحة ما بينك وبين الشريك إذا في خلاف ما بين الأزواج أو توطيد العلاقة معهم أو القيام بعمل مشترك ما بينكم هذا يوم ما بينفع فيه برضو لأن القمر مقابلك طاقتك ضعيفة ما بينفع فيه لا التوتر ولا الجدال حاولوا أنك تعالجوا تطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات يعني بمعنى آخر حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات برج الحوت طبعا القمر في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والعلاقة بالصحة فعشان هيك بتلاقوا أنه اليوم العمل بتراكم عندكم تدريجيا بحاجة لجهد كثير أو لعمل ساعات إضافية عشان إنكوا تنجزوا بعض الأعمال إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك عشان ما تجهدوا صحتكم بتكون تنتبهوا لغذائكم وتنتبهوا لراحتكم اليوم لا تسمحوا للواجبات بإنها تكون تتراكم يعني تمشي بأكثر من عمل مع بعض أو إنها تتزامن تشتغل عملين مع بعض يعني بدك تنظم وقتك بشكل جيد حاول إنك تتجنب إثارة العدوات وحاول إنك ما تهمل وضعك الصحي وحاول إنك تأخذ قصة من الراحة بدر الإمكان خلال هذا اليوم وحاول إنك تكون عند حسن الظن على أساس أنه ما يزعل منك زميل إلك أو أحد المقربين لا إلك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء